هناك سهولة كبيرة باقتحام المقاتلين الفلسطينيين للأسلاك الشائكة للحدود للدخول إلى داخل المنطقة الإسرائيلية للدخول إلى مقرات الجيش الإسرائيلي نحن لا نتحدث فقط عن شوارع سديروت التي الآن فيها قرابة عشر من القتل الإسرائيلي جفافهم على الأرض لا نتحدث عن مقر الشرطة في سديروت الذي تم السيطرة عليه نتحدث عن مقرات عسكرية إسرائيلية تم السيطرة عليها تم اقتياد جنود إسرائيليين مربوطين إلى داخل قطاع غزة وطبعا ذلك يستمر على أساس بأن الآن القوات الخاصة الإسرائيلية وصلت إلى المنطقة في محاولة الاشتباك مع المقاتلين الفلسطينيين الذين ما زالوا لغاية الآن كما نعلم في أربعة مواقع لغاية الآن هناك قتال ما زال مستمرا بين جنود إسرائيليين وبين المقاتلين الفلسطينيين الذين استخدموا جرافة لإزالة السطار الأمني الذي بناته إسرائيل لأكثر من 15 عاما بحوالي ثلاث ساعات واستخدمت آليات خفيفة جدا لا نتحدث عن مضادات كورنت التي تم استخدامها نتحدث عن جرافة فلسطينية قامت بإزالة هذه الأسلاك الشائكة أهالي قطاع غزة دخلوا إلى داخل تلك المناطق وما استطاعوا أن يحملوا من عتاد وسلاح وما ذلك أخذوه إلى الداخل أين هي الطائرات العمودية الإسرائيلية؟ أين هي الطائرات العمودية التي على الأقل يمكن لها أن تحلق فوق الأجواء وتقوم بضرب المقاتلين الفلسطينيين أو حتى تهديد الأهالي الذين يقتحمون هذه الأماكن لا يوجدون لك طائرات عمودية أين هي القوات الخاصة الإسرائيلية؟ الناحال وقوات المظليين الغير موجودة لماذا في المدفعية الإسرائيلية لم تعمل لغاية الآن في ضرب حتى المناطق الحدودية؟ ما الذي أصاب الجانب الإسرائيلي بهذا الشلل؟ نحن نتحدث وأنا طبعا هنا لا أقدم رأي هذا الذي يقولونه كبار المحللين العسكريين الإسرائيليين كبار القادة العسكريين المتقاعدين الذين اقتربوا إلى ناحية الصراخ والسباب والشتائم على وسائل اللهم الإسرائيلية وهم يقولون ما الذي نفعله؟ لماذا لم نتحرك لغاية الآن؟ لماذا هناك العشرات من المستوطنين الذين يتصلون على الهواتف ويقولون أنقذونا؟ نحن محاصرين لماذا هناك مجموعة من الإسرائيليين الذين هم داخل أحاويات الزبالة وذلك لأنهم لا يريدون أن يسمعوا من المقاتلين الفلسطينيين الذين لم يتدربوا في الكليات العسكرية لغاية الآن دعنا نتحدث في الأرقام 3500 صاروخ لغاية الآن الأمور هدأت في مدينة القدس ولكن هذا العدد وهذا الكمل هائل من الرشقة الأولى التي استمرت لأربع ساعات التي لم يتم إسقاط العديد منها ونجحت بالوصول إلى مدينة يعني زميلنا ضياء حشي كان يقول بأن كم الصواريخ الذي سقط على منطقة أزدود وعسقلان قليل مقارنة بالجولات الأخرى نعم لأنها أبعد لأنها أبعد لأنها تصل إلى تل أبيب ووصلت إلى القدس ووصلت إلى منطقة المركز أي أن حماس لم تهتم بعسقلان وأزدود ولكن اهتمت أن تصل رسالة قوية إلى ما أبعد من ذلك باستخدام كل الترسانة طويلة المدى التي وصلت إلى 75 كم ولكن تفكر معي حازم هذه ليست ترسانة عسكرية من صناعة روسية أو أمريكية أو كورية أو إيرانية ولكن هي صناعة فلسطينية محلية الصنع التي استطاعت أن تصل الآن ما هي السيناريوهات بلا شك أن استخدام السلاح الطيران الحربي هذه المرة لن يكافئ ما فعله الجانب الفلسطيني الذي أذل الإسرائيليين بهذا الشكل المهير يعني هناك صور لسيدات إسرائيلية دخلنا قطاع غزة وأحدهم كان يقول بإحدى الفيديوهات علينا أن نرجعها لن نستطيع أن نتعامل معها أرجعوها إلى قطاع هذا استهتار من قبل وخفة من قبل الفلسطينيين حتى في التعامل مع هذه المسألة الذين فاهبوا وماشيين وليس حتى راكبين ودخلوا إلى إسرائيل بمنتهى السهولة مقابل جيش مدجج بالكبار الأسلحة والمعدات والمضادات والتدريب العسكري هذا من المفترض بأنه معلوم يعني استخبارات العسكرية تعلم بأن هذه الخطة هي معلومة ومدروسة وأحمس تريد أن تفعل كذا واتفعل كذا ولكن نحن ننطفر اليوم أي أن الأوامر العسكرية موجودة هذا فشل ذريع للقيادة العسكرية الإسرائيلية على مستوى الاستخبارات ولكن الأفشل منه على مستوى القتالي لماذا الجنود يقتلوا داخل الثكنات العسكرية وأحد منهم لم يرفع السلح ويقوم بإطلاقها قبل عدة أشهر كنا نتحدث عن نعم أحمد عذرا المقاطع يعني أنت تتحدث في جزئية مهمة متعلقة بالتحضيرات والتجهيزات والاستعدادات الإسرائيلية دائما على الحدود مع قطاع غزة باعتبار شريط حدودي مع منطقة أصلا ملتهبة بين الفينة والأخرى شهدت خلال السنوات الماضية أصلا مسيرات العودة ومظاهرات على الحدود الشرقية أين ذهبت هذه التعزيزات العسكرية أين منظومة الاستخبارات الإسرائيلية في تلك المنطقة أين وحدات حرس الحدود أين كل أجهزة التجسس والاستشعار التي وضعتها إسرائيل ودفعت مليارات الدولارات من أجل أن تؤمن الحدود مع قطاع غزة كيف استطاع المسلحون الفلسطينيين وفق الرواية الإسرائيلية حتى الآن من اقتحام كل هذه ربما الظلمات دعنا نقول والدخول نحو إسرائيل يعني حتى المنظومة الأمنية المتطورة إسرائيل كانت تريد أن تصويقها في العالم وتبيعها بأن هذه أنظم أقوى وأحسن وأجود منظومة أمنية للاستشعار ولقراءة التسلل والاستخدام الإكسري واستخدام مضادات الصواريخ واستخدام الدبابات الأكفر متطورة هذا كله ضاع في ست ساعات ضاع نحن لا نتحدث عن حرب أكتوبر عام 73 عندما شن الطيران الحربي المصري والسوري ضربة مباغتة باتجاه إسرائيل نحن نتحدث عن جيوش ولكن تتحدث عن أجموع من المقاتلين غير المضربين بالكليات العسكرية الذين استطاعوا أن يمدوا بهذا الامتداد والاستمرار يعني يمكن أن تزج ببعض المقاتلين يقوموا عملية نوعية ثم يعودوا لأن تتحدث عن شيء مستمر قبل قليل رأينا الفلسطينيين يدخلون يدخلون ترك إلى داخل مشاهد غير متوقع أن يرى حتى المشاهد العربي ماذا تنتظر إسرائيل هل هذه مفبركة هل هذه أصلا يعني يمكن التصديق بأن هذا الجيش المتطور لهذا المدى الآن ما هو الخيارات الخيارات أولا بأن لا يتم استخدام سلاحة طيران لأن ذلك بات من الماضي يعني تدمير الأبراج بات من الماضي الجيش الإسرائيلي يعلم بأن كل هذه الطرق لن تفلح معهم الآن يجب أن يكون هناك رد آخر الرد الآخر بلا شك سوف يكون به هو محاولة استرجاع العدد الهائل من المحتجزين الآن داخل قطاع غزة جنود مدنيين كبار صغار في النهاية المطاف هناك عدد غير معروف من أولئك الذين دخلوا قطاع غزة عنوة أحياء وأموات لا يعلم أينهم وبالتالي الجيش الإسرائيلي مضطر لاستخدام الدبابات والاختراق البري ولكنه يعلم بأن حماس جاهزة حماس تنتظره هناك مضادات الكورنت الخيار الثاني بطبيعة الحال أن يكون هناك إعلان الحرب الذي سوف يتم إعلانه خلال جلسة الكامرة الإسرائيلي التي بدأ والذي سوف يعلن الحرب سوف يتم إعلام زعيم المعارضة بعد ثلاث ساعات من الآن وفي الليل سوف يكون هناك اجتماع له الحكومة الإسرائيلية والحرب سوف تكون شاملة شاملة ماذا يعني هذا يعني بأننا سوف يعني مقابل هذه الباجة والفرح عند المجتمع الفلسطيني توزيع الحلوى في مدينة القدس ولكن الجميع يعلم بأن الرد الإسرائيلي سوف يكون على أشلاء المدنيين الفلسطينيين على أشلاء البنية التحتية الفلسطينية والخوف بلا شك هو الذي سوف يسيب الناس بالرعب لربما سوف نرى حالة النزوح ليس فقط من المناطق الشرقي قطاع غزة ولكن سوف نرى نشاء النزوح باتجاه الحدود المصرية لأن ذلك يعلم بأن الجيش الإسرائيلي سوف إذا دخل في إطار أن يكون هناك عملية برية طالة الحديث عنها فإنها سوف تحدث الخيار الثالث هو انضمام حزب الله اللبناني إلى هذه المعركة وتحويل المعركة من معركة فلسطينية إسرائيلية إلى معركة محور المقاومة الذي طالما تحدث عنه الجانب الفلسطيني بتنسيق المواقف الفلسطينية اللبنانية على سبيل المثال وأيضا ما حولفاء إيران في المنطقة أيضا الحرس الثوري الإيراني المتمركز في الجولان وفي سوريا وهل سوف ينضمون في داخل إطار هذه المعركة وبالتالي سوف يكون الهم الإسرائيلي ليس في موضوع السيدروت وموضوع نيرعوز ولكن سوف يكون حيفا صفض طبرية الجليل الأعلى الجليل الأوسط تل أبيب إلى هذا المدى إسرائيل تملك القدرات لا يجيش بالاستهانة بالقوة العسكرية الإسرائيلية هذه المشاهدية ليست مشاهد فضيحة مخزية بالنسبة للجانب الإسرائيلي وهو معترف في ذلك وغيره يعني نسمعه من قبل القادة العسكرية المتقدم الذين قالوا هذه فضيحة في إسرائيل ولا يمكن تضميد الجراح بالشعور الأمني الذي يضع يعني بعد عشرين عاما سوف يتفكر الإسرائيلي كيف دخل أهالي القطاع غزة عبر الإسلاك الشائكة ودخلوا إلى العنق وأسهروا جنود بشكل مرعب يعني كان حتى الجنود مرعبين يعني وجوههم شاحبة خائفة تعلم مصيرة لا تعلم مصيرة ولكن هذه الصور يعني سوف يتذكر على المجتمع الإسرائيلي لسنوات وسنوات وهناك حاجة لاسترجاعها الداخل الإسرائيلي الآن هو متماسك سياسيا يعني لا يجب البعض أظن بأن المعارضة لن تفعل شيئا لن يكون هناك مظاهرات لفترة طويلة سوف يكون هناك دعم للجيش الإسرائيلي في هذه العملية العسكرية الهرمية العسكرية الآن باتت واضحة بين يمينة هو الذي يقود هذه العملية العسكرية بدرجة الأولى من بعده وزير الجيش الإسرائيلي ومن بعده قائد الجيش الإسرائيلي الذي بلا شك هو الآن تحت ضغط كبير لهذا الإخفاق على المستوى الاستخباراتي وعلى المستوى العملي يعني الآن لا يوجد لغاية قدرة على مقاتلين الفلسطينيين ماذا يملكون كاشينكوف يعني نتحدث عن مجموعة من الأدوات التي يمتلك القوات الخاصة للنخبة الإسرائيلية متدربين الذين معهم أسلحة على الأقل أكثر يعني فتاكة متطورة ودبابات أيضا مطائرات ومنظومات كل عند الإسرائيلي طبعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر